تخيل أن ذرة واحدة قادرة على محو مدينة كاملة من على وجه الأرض كيف يمكن لشيء لا يرى بالعين المجردة أن يطلق طاقة فوق أقوى المتفجرات التقليدية بألاف المرات؟ اليوم سنكشف لك الأسرار الكامنة خلف القنابل النووية والهيدوجينية كيف تعمل ولماذا تعتبر أخطر مخترعاته البشرية حتى الآن؟ استعدوا لرحلة إلى قلب الفيزياء حيث تتحول الذرة إلى جحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اليوم سنغوص في أعماق أخطر اختراعات البشرية على الإطلاق ألا وهي قنبل النووية انسى كل ما تعرفه عن المتفجرات التقليدية فنحن هنا لنتحدث عن شيء مختلف تماما شيء يعيد تعريف القوة بحد ذاتها هل سمعت عن قنبلة الرجل البديل بالإنجليزية فاتمان؟ هذه القنبلة غيرت وجه التاريخ لكنها مجرد نقطة البداية كيف يمكن بكتلة صغيرة بحجم كرة القدم أن تطلق طاقة تدمر مدينة بأكملها؟ وماذا عن القنابل الهيدوجينية التي تجعل القنابل الدرية تبدو كأنها ألعاب نارية؟ تابعوا معي الحلقة حتى النهاية فما سنكشفه اليوم سيظهر لكم لنفهم القنبلة الذرية تخيلوا معي كرات زجاجية ضخمة هشة للغاية هذه الكرات هي نوع الذرات الثقيلة مثل اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239 السر يكمن في عملية سماء الانشطار النووي وهي ببساطة عملية شق هذه الكرات إلى قطع صغيرة عندما تنشطر النواء لا تنتج فقط نوع أزار بل تطلق أيضا كمية هائرة من الطاقة الكاملة داخلها هنا يأتي دور معادلة آينشتان الشهيرة هي تساوي أمسي تربية ماذا تعني هذه المعادلة السحرية؟ إنها تخبرنا أن الكتلة والطاقة وجهار لعملة واحدة وأن جزءا ضئيلا جدا من الكتلة يمكن أن يتحول إلى كمية هائلة من الطاقة تخيلوا أن قنبلة الرجل البدين التي دمرت ناجزاكي كانت تحتوي على 6.4 كيلو جرام فقط من البلوتونيوم هذا الوزن الضئيل أطلق قوة تدميرية عادل 21 ألف طن من مادة الـ TNT وللتوضيح أكثر قنبلة هيروشيما والتي تعرف باسم الولد الصغير استخدمت 46 كيلو جرام من اليورانيوم لتنتج 15 كيلو طن هذا يعني أن الرجل البدين كان أكثر كفاءة بكثير في تحويل الكتلة إلى طاقة هل تدركون حجم هذا التحول؟ في قنبلة هيروشيما تحول 700 ميلي جرام فقط من الكتلة إلى طاقة هذا يعادل تخريبا ثلث كتلة قطعة نقدية صغيرة هذا المفضل الصغير من الكتلة هو ما أحدث كل هذا الدمار دعونا ندخل الآن في تفاصيل قنبلة الرجل البدين لنرى كيف تم تصميمها بالدقة لضمان هذا الانفجار الهائل في قلبها توجد كرة البلوتونيوم التي تحدثنا عنها بحجم كرة قدم تقريبا هذه الكرة محاطة بما يسمى العدسات المتفجرة تخيلوا هذه العدسات كطبقات من المتفجرات الكيميائية العادية لكنها مصممة بشكل هندسي معقد ليست متفجرات عادية بل مزيج من مادة RDX بنسبة 60% ومادة TNT بنسبة 40% ولماذا هذه الدقة في هذه النسب؟ وذلك لأننا نحتاج إلى موجة صدمة داخلية موحدة تماما لضغط البلوتونيوم بشكل متساوي من جميع الجهات لضمان هذا التزامن يتم توصيل 32 جهاز تفجير بسيلك جسري أي بريتج واير حول العدسات عندما ترسل نبضات كهربائية متزامنة بشكل لا يصدق مما يفجر جميع المتفجرات في جزء من الثانية توجه هذه الانفجرات موجة صدمة قوية جدا نحو الداخل تنتقل هذه الموجة عبر طبقات من المواد المختلفة مثل الألمنيوم والبرون حتى تصل إلى كرة البلوتونيوم هذا الضغط الهائل يؤدي إلى انضغاط كرة البلوتونيوم بشكل كبير جدا مما يزيد كثافتها إلى حد يتجاوز بكثير حالتها الطبيعية وهنا يأتي الجزء الأكثر قثارة في مركز كرة البلوتونيوم يوجد عنصران سريان البلونيوم والبريليوم عندما تنضغط كرة البلوتونيوم بفعل الضغط الهائل يختلط هذا العنصران معا هذا الاختلاط يطلق دفعة مركزة من نيترونات الحرة وتخيلوا هذه النيترونات كشرارات صغيرة هذه الشرارات هي بالضبط ما نحتاجه لإشعال التفاعل نوي المتسلسل بمجرد إطلاق النيترونات يبدأ التفاعل المتسلسل يستضي النيترون واحد بذرة البلوتونيوم وهذه الضربة البسيطة تسبب في انشطار الذرة إلى نصفين وينطلق معها طاقة وتطلق أيضا المزيد من النيترونات قد يصل إلى النيترونين أو ثلاثة نيترونات إضافية كل النيترون من هذه النيترونات ينطلق ليستضم بذرة البلوتونيوم أخرى وهكذا تضاعف النيترونات والانشطارات بشكل هندسي في سلسلة لا تتوقف وكل هذا يحدث في جزء ضئيل من الثاني حوالي عشر ملي ثانية تخيلوا هذا الكم الهائل من الطاقة الذي يطلق في غمضة عين هذا هو سر الانفجار المدنبر لقنبلة مثل قنبلة الرجل البدين عندما تنفجر القنبلة النووية فإنها لا تتسبب في دمار واحد بل ثلاث تأثيرات رئيسية ومتشابكة تدمر كل شيء في طريقه والتأثير الأول الموجة الانفجارية The Blast Wave تخيلوا أن الهواء نفسه يصبح كرة من النار شديدة للحرارة هذا يحدث عندما تسخن الأشعة السينية الهائلة المنبعثة من الانفجار الهواء المحيط وتتمدد هذه الكرة النارية بسرعة جنونية محدثة موجة صدمة تضغط الهواء أمامها وتنتشر بسرعة تفوق سرعة الصوت مدمرة كل شيء يقف أمامها المباني تنهار والأشجار تتساقط وكل شيء يتحول إلى حطان قوة انفجار الرجل البديم دمرت كل مبنى تقريبا في نطاق خمسة كيلومتر مربع التأثير الثاني العاصفة النارية The Firestorm الحرارة الناتج عن الكرة النارية تصل إلى ملايين الدرجات المئوية هذه الحرارة تشعل أي مادة قابل الاهتراق في الننطقة محدثة حرائق واسعة النطاق هذه الحرائق يمكن أن تتطور إلى ما يعرف بالعاصفة النارية حيث تسحب النار الأكسجين من المحيط مما يولد رياحا قوية جدا تغذي النيران وتجعلها تنتشر بسرعة أكبر في نجزاكي امتدت العاصفة النارية لمسافة 3.2 كيلومتر من مركز الانفجار أما التأثير الثالث فهو الإشعاع Radiation وهذا هو الجزء الأكثر قطورة والأقل وضوحا الانفجار النووي يطلق أنواع مختلفة من الإشعاع المؤين هي إشعاع ألفا وهو الأقل ضررا يمكن أن يوقفه حتى طبقة رقيقة من الملابس وإشعاع بيتا أكثر اختراقا يمكن أن يسبب حروق جلدية لكنه لا يخترق الجسم بعمق وأشعة غاما هذه هي الأخطر إنها تمتلك قدرة اختراقها إلى ويمكنها المرور عبر الجسم البشري بالكامل تتلف هذه الأشعاع الحمض النووي للخلايا مما يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب حتى تفراد جينية ورث للأجيال القادمة الإشعاع هو العدو الخفي الذي يبقى يدمر حتى بعد انتهاء الانفجار هل كنتم تظنون أن القنابل الذرية هي قمة الدمار؟ لقد طورت البشرية سلاحا آخر أقوى بمئات المرات يعرف بالقنبلة الهيدروجينية أو القنبلة النووية الحرارية بينما القنابل الذرية تفجر الذرات أي تنشطر فإن القنابل الهيدروجينية تدمجها معا وهي نفس العملية التي تغذي بها شمسنا والنجوم في الكون تخيل في الاندماج نأخذ نوى الذرة خفيفة مثل نظائر الهيدروجين الديتيريوم وهو هيدروجين مع نيترون إضافي والتريتيوم وهو هيدروجين مع نيترون إضافيين عندما ندمج هذه النوأ معا لتكوين الهيليوم تكلخ كمية طاقة هائلة جدا لماذا؟ لأن الكتلة الإجمالية لنواة الهيليا من ناتجة تكون أقل من مجموعة كتل نظائر الهيدروجين التي بدأنا بها هذا الفارق الصغير في الكتلة يتحول كله إلى طاقة هائلة وتذكروا معي مرة أخرى معادلة أينشتاين إي تساوي أم سي تربية لكن هل يمكننا أن نصنع شمسا مصغر على الأرض؟ ليس الأمر بهذه السهولة لكي تندمج النوأ يجب أن تتبلب على قوة التنافر الكهربائية القوية بين شخناتها الموجبة وهذا يتطلب ظروفا قسوى درجات حرارة تبلغ حوالي 100 مليون درجة مئوية نعم أعلى بكثير من قلب شمسنا 15 مليون درجة مئوية في هذه الحرارة الهائلة تتحول المادة إلى حالة تسمى البلازمة حيث تتحرق الإلكترونات من النوأ وفي هذه الظروف يمكن للنوأ أن تقترب بما فيه الكفاية لتتغلب على قوة التنافر وتتحد بفعل القوة النووية القوية وهي القوة التي تربط الميترونات والبروتونات معا في النوأ الآن كيف نصل إلى درجة الحرارة 100 مليون درجة مئوية داخل القنبلة؟ هنا يأتي التصميم العبقري القنبلة الهيدروجينية هي في الواقع نظام متعدد المراحل يمكننا أن نصفها بأنها ثلاث قنابل في قنبلة واحدة الأولى هي متفجرات كيميائية تقليدية لإطلاق الشرارة الأولى والثانية قنبلة انشطارية صغيرة وهي قنبلة ذرية عادية تعمل كمشاكل والثالثة قنبلة اندماجية وهي الجزء الذي يطلق القوة الهائلة في التصميم النموذجي تكون القنبلة الذرية الصغيرة في الجزء العلوي بداخلها توجد متفجرات كيميائية تحيط بكرة صغيرة بين اليورانيوم أو بليتونيوم أما المرحلة الاندماجية فتوجد أسفلها تماما وهي استوانة تحتوي على وقود الاندماج وهو مركب صلب ومستقر يسمى ديوتريد الليثيوم وفي قلبه يوجد قطبان من البليتونيوم بين المرحلتين يوجد غلاف من الستيروفورن يلعب دورا حاسما دعونا نتتبع التسلسل الزمني المظهر للانفجار الذي يحدث في غنضة عين الانفجار الأول حيث تبدأ المتفجرات الكيميائية في المرحلة الأولية مما يؤدي إلى انضغاط كرة اليورانيوم والبليتونيوم داخليا وبدأ تفاعل انشطار متسلسل هذه هي القنبلة الذرية الصغيرة التي تنفجر أولا وينتج عن هذا الانفجار كيميات هائلة من أشعة جاما والأشعة السينية فائبة الطاقة هذه الأشعة تسخي المادة الستيروفورن وتحولها إلى بلازمة وهنا تنعكس هذه البلازمة عن الجدران الداخلية لأولاث القنبلة وتركز طاقتها على استوارة الاندماج وهنا يحدث العجب الأشعة السينية تسافر بسرعة الضوء مما يعني أنها تصل إلى وقود الاندماج قبل الموجة الصدمية المادية من الانفجار الأولي هذا التوقيت الدقيق يمنع تفكك المرحلة الثانوية قبل أن تبدأ تفاعلات الاندماج الحرارة الهائلة والضغط الكبير الناتج عن البلازمة يضغطان استوانة الاندماج مما يحفظ تفاعد يوتريد الليثيوم ليحرر غاز التريتيوم وفيه يندمج لتريتيوم المتحرر مع الديتيريوم مكون الهيليوم ومطلقاً المزيد من النيتونات هذه النيتونات بدورها تسبب تفاعلات انشطار إضافية في غلاف اليورانيوم وساخ البلتونيوم المحيط بوقود الاندماج هذا الانشطار يولد المزيد من أضغط على الديتيرييد الليثيوم ليس فقط من الخارج بل أيضاً من الداخل وتستمر هذه الحلقة المرتدة من تفاعلات الانشطار والاندماج بسرعة فائقة حيث تتضاعف القوة التدميرية بشكل كبير كل هذا يحدث في زمن لا يصدق حوالي 600 مليار جزء من الثانية تخيلوا قنبلة الهيدروجينية تحول حوالي 1 كيلوغرام من الكتلة إلى طاقة نقية لتخويل هذا القدر الكبير من الكتلة يجب أن نبدأ بحوالي 140 كيلوغرام من وقود الهيدروجين وعلى سبيل المثال قنبلة قيصر السوفيتي التي انفجرت عام 1961 قوتها بلغت 50 ميجا طن أي أخوى ب333 مرة من قنبلة هيروشيما لقد أرسلت صحابة عيش الغراب إلى ارتفاع يزيدها 40 ألف متر وأحدثت موجة صدمة دارت حول العالم ثلاث مرات القنبلة الذرية الانشطارية من ناحية الآلية فهي تعتبد على تقسيم نوى ثقيلة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم فكروا فيها كشق حجر كبير لكسره أما القنبلة الهيدروجينية فإنها تعتمد على الدمج نوى خفيفة كنظائر الهيدروجين فكروا فيها كدامج قطرتين من المال تصبح خطرة أكبر ولكن مع إطلاق طاقة هائلة والوقود المستخدم في القنبلة النموية يتطلب نواد مشاععة محددة مثل اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239 أما في القنبلة الهيدروجينية فيستخدم نظائر الهيدروجين الديتيريوم والليتريتيوم وعادة في شكل ديوتريد الليتيوم ومن ناحية التصميم القنبلة النووية تعتبر أبسط نسبيا ويعتمد على التحقيق الكتلة الحرجة لبدء التفاعل متسلسل في حين تصميم القنبلة الهيدروجينية أكثر تعقيدا ويتطلب قنبلة ذرية صغيرة شضارية في داخلها لتعمل كمشافل لأننا نحتاج لدرجات حرارة وضغط هائل لا يمكن تحقيقها إلا بانفجار نووي أوله وباختصار القنابل الذرية هي قوة نووية هائلة لكن القنابل الهيدروجينية هي قمة هذه القوة مطلقة طاقات لم يكن يمكن تصورها قبل اكتشاف الفيزياء النووية نصل أعزائي المشاهدين إلى نهاية رحلتنا المشوقة داخل عالم القنابل النووية لقد رأينا كيف يمكن للانشطار والاندماج النووي أن يطلق قوة هائلة تغير وجه الكوكب أظهر لنا العلم القدر المذهلة الكامنة في أصفر جزء من المادة وبات من الواضح أننا نملك قوة تدميرية غير مسبوخة لكن هل هذه النهاية؟ هل فيظل مصير هذه القوة هو الدمار؟ المبادئ الفيزيائية التي تشغل هذه الأسلحة وخاصة الاندماج النووي تحمل في طياتها مفتاح لمستقبل أكثر إشراقاً تخيلوا لو استطعنا تسخير الاندماج النووي لأغراض سلمية يمكن أن يصبح مصدراً للطاقة النظيفة إن القوة الكامنة في الذرة هائلة ولكن الاختيار كم هو الحال دائماً يعود لنا كبشر فبعد كل ما شاهدتموه وتعلمتموه اليوم عن القوة النووية كيف ترون مستقبل هذه الطاقة الجبارة؟ هل تعتقدون أن البشرية تنكى من تسخيرها بالكامل لخدمة التقدم البشري بدلاً من الدمار؟ شاركونا آراءكم وأفكاركم في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة لتشاهدوا المزيد من المحتوى العلم المثير وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته